شفته في صحر الله ما أمنت أخوه قاعد يقول لي فاردة فاردة مثلا يقول لي فاردة يقول لي فاردة يقول لي فاردة ما أمنتش يعني مش يغال فنان فاردة فاردة يعيد كل وقت يسقطع للناس كامل مام هذو مام اللي يهضر ومبعد عبرق يندم يقول لي فاردة يقول لي فاردة يقول لي سمح لي الله يرحمه فاجعة وخلاص طبعا فاردة كان نقدم الفنانين فنان قادر ووقت الإرهاب كان يخدم ووقت بلاد ميزيك ووقت تلقى وتهديدات ما يقعد هو يخدم كان خسارة كبيرة في وسط الفنانين لأنه ديجا أخوه ما أمنش ويقول لي فاردة كل يوم يصبح وحشي كل يوم يصقصي علي يصقصي كعلى الفنانين وش نقول كل واحد يعرفه يقول له ترحم عليه وكاش ما أهدر ولا هو قلبه بيض كاش ما أهدر سامحوله ويهدر برك ويسعده مت يوم الاثنين مت في العشرة أواخرة تعذي الحجة إن شاء الله ونلقي ورح عند ربي سبحانه كان خايف يمرضوا ما كاش كون يرفضوا وش نقول له الله يرحمه وإن شاء الله أنا نقول حاجة برك اللي كان سبب في موتهم بلوح سبي الله ونعمل ويهدر بس كمات مقنون كانوا الموسط الفني ما خلصوهش كما خدم كما حالة تقاع الفنانين وكاين جدا سمع بوفاته اليوم سويلح يودع الرقور بهذه الكلمة تقدم الفنان القدير صالح أكروت بثعازيه الخالصة لأسرة الفنان الراحل فريد قسيسية والمعروف بفريد الرقور والذي توفي صبيحة أمس الإسنين إسرة عرضه لزبحة قلبية وكتب النجم أكروت على صفحته بأحد مواقع التواصل الإجماعي إن لله وإنا إليه راجعون لم أعلم بوفاته إلا اللحظة رحل فريد الفنان الجميل والإنسان طيب اللهم اسكنه فسيح جناتك واجعله من ورس جنة الفردوس انتقل إلى رحمة الله الفنان فريد قسيسية أمس الإسنين عن عمر ناهزة إسنين وستون عاما بعد تعرضه بأزمة قلبية وتم تشيع الفنان الراحل إلى مسواه الأخير بمقبرة مالحة بالجزاء العاصمة بالقرب من والديه قالت الممثلة عتيقة أن الممثل الراحل فريد الرقور كان يتصل بها يومياً ليسأل عن حالتها الصحية خاصة وأنها تعاني منذ أشهر من آلام حادة في الظهر بعد سقوطها في أحد العيادات وإجراءها لعملية جراحية وأكدت عتيقة في مداخلة هاتفية مع تلفزيون النهار الفنان الراحل كان يتصل بي يومياً وسألني في آخر مكالمة بيننا يوم السبت الماضي وقال لي واش عتيقة كاش طبيب فأجبته ضاحكة انت لغاك تخرج ولا ألا وتابعت عتيقة كلامها بكل تحسر وأسى أن الراحل فريد الرقور أخبرها يوم السبت أنه عاد للتو من عند الطبيب وأخبره أن قلبه متعب وأعطاه موعد خلال شهر من أجل إجراء فحوصات أخرى مؤكدة أن هذه آخر مكالمة بينهما تاعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويرحمه برحمته الواسعة جنازة الفنان فريد الرقور في مقبرة المالحة بالعاصمة بعد صلاة الظهر ستشيع جنازة فقيد الفكاهة في الجزائر الفنان فريد قسيسة المعروف فنياً بالرقور زهر اليوم الإثنين بمقبرة الصفاصفة بالمالحة في العاصمة يذكر أن فريد الرقور توفي صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز إثنين وستون عاماً بعد سكتة قلبية تعرض لها في بيته بعين نعجة بالعاصمة والمعروف عن فريد الرقور حسه الفكاهي الكبير وقد نجح في أداء عدة أدوار نجح فيها بامتياز كما يعتبر واحد من أهم الوجوه الفنية التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي خاصة في برنامج بلاد ميوزك كما عرف فريد الرقور بصراحته الكبيرة وانتقاده لما يحدث في الساحة الفنية كما كشف شقيقه أبو سفيان قسيسة شقيق الفنان الراحل فريد الرقور عن تفاصيل وفاته وأيامه الأخيرة قبل أن يغادر عالمنا فجأة تاركا وراؤه ألما كبير في قلوب عائلته ومحبيه وانتقلنا إلى منزل الفنان الراحل بعين النعجة في العاصمة التي يتوافد المعزون من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل وأقاربه وجيرانه وعن تفاصيل وفاته قال شقيق الفنان الراحل موته كان مفاجأة وكارثة بالنسبة لنا لم نكن ننتظرها كان يعاني من ارتفاع الضغط منذ حوالي عام بسبب قلق ومشاكل العمل خصوصا خلال الأيام الأخيرة وأضاف شقيقه صباح اليوم زار أخي الطبيب شقيقي الراحل لكي يأخذه وأضاف شقيق الفنان زار أخي الطبيب شقيقي الراحل لكي يأخذه للقيام ببعض التحاليل البسيطة فوجده نائما فحاول إيقاظه ولكنه لم يستيقظ الله يرحم كما تحدث شقيق الراكور عن موضوع انتقاد أخيه الفنان الراحل للفنانين في البلاتوهات مؤكدا أنه لم يكن ضد الفنانين الجدد ولكنه كان ضد الرداءة وقال قصيسة أخي ليس لديه مشاكل مع أي إنسان أو فنان وهو حنون جدا وقلبه أبيض كان يتحدث باندفاعية فقط وكشف أبو سفيان عن رغبة أخيه الراحل في اعتزال العمل الفني لأنه تعب وكان ضد الأعمال الفنية الضعيفة وعن وصيته قال شقيق الفنان الراحل أن اهتمامه كله كان مركزا على الفن فقط هذا وانتقل إلى رحمة الله الفنان القدير فريد قصيسة والمعروف بفريد الركور صبيحة اليوم الاثنين إسرى إصابته بسكتة قلبية عن عمر الناهزة اثنين وستون عاماً وسيدفن الراحل بعد ظهر اليوم في مقبرة المالحة بالجزائر وسطع نجم الكوميدي فريد الركور في العديد من الأعمال الفنية الكبيرة على غرار ناس ملاح سيتي وجامعي فاميلي وسوق الحاج الخضر وعدة أعمال أخرى